أتقدم بتحية حارة إلى الأصطفة والكهنى ورهبان والرهبات ولكل المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية جئت حاجة لأشجعهم في شهادتهم في الإيمان والرجاء والمحبة في وسط المجتمع المدني كما أحيي أعضاء الكنائس الأخرى والجماعات المسيحية الكناسية وأحيي كل المؤمنين المسلمين ومثلين سائر التقاليد الدينية ليمنحناها الله أن نسير معك إخوة وأخوات في قناعة رازخة بأن تعليم الحق للديانات تدعون أن نتمسك بقيم السلام وبالمعرفة المتبادلة وبالأخوة الإنسانية وبالعيش المشترك إن زيارتي هذه تأتي في زمن يحاول فيه العالم بأسره أن يخرج من أزمة جائحة كوفيد 19 الذي لم يؤثر فقط على صحة الكثيرين بل تسببت الجائحة أيضا في تدهور ظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تعاني أصلا من الهشاشة وعدم الاستقرار هذه الأزمة تتطلب جهودا مشتركة من كل واحد مننا حتى نقوم بالخطوات العديدة الضرورية بما في ذلك التوزيع المنصف للوقاح يشمل الجميع ولكن هذا لا يكفي هذه الأزمة تدعونا لنعيد التفكير بأنماط حياتنا وبمعنى موجودنا هذا يعني أن نخرج من زمن المحنة هذه أفضل مما كنا عليه في السابق وأن نبني مستقبلنا على ما يوحدنا وليس على ما يفرق بيننا خلال العقود الماضية عانى العراق من كوارث الحروب ومن آفة الإرهاب ومن الصراعات الطائفية التي غالبا ما تقوم على الأصول التي لا تقبل أن تتعايش في سلام مختلف الجماعات العرقية والدينية بمختلف أفكارها وتنوع ثقافاتها كل ذلك جلب الموت والدمار وأنقاضا ما زالت مرئية وظاهرة للعيان وليس فقط على المستوى المادي فالأضرار أكثر عمقا من ذلك يكفي أن نتذكر الجروح في قلوب الكثيرين من الناس والجماعات جروح ستستغرق سنوات لتشفى وهنا ومن بيني الذين عانوا لا يسعني إلا أن أتذكر اليزيديين الضحايا الأبرياء لهمجية عبثية وعديمة الإنسانية تعرضوا للإتهاد والقتل بسبب انتمائهم الديني وبسبب هويتهم فتعرضت هويتهم وبقاؤهم نفسهم للخطر لذا فقد انتمكننا أن ننظر بعضنا إلى بعض بوجود اختلافاتنا كأعضاء لعائلة بشرية واحدة يمكننا أن نطلق عملية فعالة لإعادة البناء والإعمار وأن نسلم أجيالنا القادمة عالما أفضل أكثر عدلا وإنصافا وإنسانية وبهذا الصدد فإن التنوع الديني والثقافي والعرقي الذي ميز المجتمع العراقي لألاف سنوات إنما هو مورد ثمين نستمد منه وليس عائقا للتخلص منه اليوم العراق مدعو ليبين للجميع وخاصة في الشرق الأوسط أن الاختلافات بدلا من أن تثير الصراعات يجب أن تتعاون في وآمن للحياة المدنية إن التعايش الأخوي يحتاج إلى حوار صعبر وصادق حوار محمي من العدل ومن احترام القانون وهذه ليست بمهمة سهلة يتطلب جهدا وإلتزاما من طرف الجميع حتى يتم التغلب على الخصام وعلى المجابهات ينبغي أن نتكلم بعضنا إلى بعض انطلاقا من أعمق هوية تجمعنا هوية أبناء الله الواحد والخالق واستنادا على هذا المبدأ فأن الكرسي الرسولي في العراق وفي كل مكان تناشد دون كلل السلطات المختصة حتى تمنح لكل الجماعات الدينية الاعتراف والاحترام والحقوق والحماية وأقدر الجهود التي تم بذلها في هذا الاتجاه وأضم صوت إلى صوت الرجال والنساء ذوي نوايا الحسنة حتى يستمر في مسعاهم لخير البلد ومنفعته إن المجتمع إن المجتمع الذي يحمل سمة الوحدة الأخوية هو مجتمع يعيش أفراده في تضامن فيما بينهم التضامن يساعدنا على رؤية الآخر كقريب لنا كرفيق في دربنا وهي فضيلة تحملنا على القيام بأعمال الرعاية والخدمة مع إلاء اعتناء خاص لأكثر الناس ضعفا وحاجة وأفكر بالذين فقدوا بسبب العدف والانتهاض والإرهاب فقدوا أحباءهم وأفراد عائلتهم منازلهم ومتلكاتهم أفكر بكل الناس الذين يكافحون كل يوم بحثا عن الأمان وعن سبل العيش ليستمر في حياتهم في حين تزداد البطالة والفقر وإن معرفتنا بمسؤوليتنا تجاه دعف الآخرين ينبغي أن تلهم كل جهد لخلق إمكانات ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والتربوي وكذلك للعناية بالخليقة بيتنا المشترك وبعد الأزمة لا يكفي إعادة البناء بل من الضروري أن نجيد إعادة البناء حتى يتمكن الجميع من العيش بكرامة والتمتع بحياة كريمة لا نخرج من الأزمة كما كنا من قبل نخرج منها إما في حالة أسوأ أو أفضل وبصفتكم مسؤولين سياسيين وديبلوماسيين فأنتم مدعوون لتعزيز هذه الروح روحي التضامن الأخوي ومن الضروري التصدي لآفة الفساد والاستغلال السلطة ولكل ما هو غير شرعي ولكن هذا لا يكفي ينبغي في نفس الوقت تحقيق العدالة وتنمية النزاهة والشفافية وتقوية المؤسسات المسؤولة عن ذلك بهذه الطريقة يمكن أن يزداد الاستقرار وأن تتطور سياسة سليمة قادرة على توفير للجميع وخاصة للشباب هم كثرة في هذا البلد أن توفر لهم الأمل في مستقبل أفضل السيد فخمت الرئيس السلطات المقارون أيها الأصدقاء الأعزاء آتي بصفتي تائب الذي يطلب المغفرة من السماء ومن الأخوة لكثرة الدمار والقسوة أتيت حاجا يحمل السلام باسم السيد المسيح أمير السلام كم صلينا في هذه السنوات من أجل السلام في العراق القديس البابا يوحن بولوس الثاني لم يدخر مبادرة ولا سيما قدم الصلوات والألام من أجل السلام والله يزغي الله يزغي دائما وعلينا نحن أن نزغي إليه وأن نسير في طرقه فلتصمت الأسلحة ولنضع حدا لانتشارها هنا وفي كل مكان لتتوقف المصالح الخاصة تلك المصالح الخاصة التي لا تهتم بسكان المحليين ولنسمع صوت كل من يبني ويصنع السلام لنسمع صوت الصغار والفقراء والبوسطاء الذين يريدون أن يعيشوا ويعملوا ويصلوا في سلام كفا عنفا وتطرفا وتحزبات وعدم تسامح ولنعطي المجال لكل المواطنين الذين يريدون أن يبنوا معا هذا البلد من خلال الحوار ومن خلال مواجهة صريحة وصادقة لنعطي المجال لكل من يلتزم في المصالح مصالح والخير العام وكل من يستعد أن يضع مصالحه الخاصة جانبا في هذه السنوات يسعى العراق لإرساء القصوصي لمجتمع ديمقراطي ولا بد في هذا الصدد أن نضمن مشاركة كل الفئات السياسية والاجتماعية والدينية وأن نضمن لكل المواطنين الحقوق الأساسية يجب أن لا يعتبر أحد مواطنا من الدرجة الثانية وأشجع كل الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه حتى الآن وأرجو أن تتعزز الطمأنينة والوئام وللمجتمع الدولي دور حاسم يقوم به من أجل تعزيز السلام في هذه الأرض وفي كامل الشرق الأوسط ورأينا ذلك خلال الصراع طويل الأمد في سوريا المجاورة وفي هذه الأيام قد مرت الآن عشر سنوات على بدايته وأن التحديات اليوم تدعو كامل الأسر البشرية دعوة ملحة وهي تتطلب منها التعاون على نطاق عالمي من أجل التصدي لعدم المساواة في مجال الاقتصادي وأن تصدى للتوترات الإقليمية التي تعرض الاستقرار في هذه البلدان للخطر أشكر الدول والمنظمات الدولية التي تعمل في العراق من أجل إعادة الإعمار ومن أجل تقديم المساعدة للاجئين والنازحين الداخليين والذين يصعب عليهم أن يعودوا إلى منازلهم لأنها توفر الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية والطبية في هذا البلد كما تقدم البرامج الهدفة إلى المصالحة وبناء السلام وهنا لا يساعدني إلا أن أذكر العديد من الوكالات ومن بينها وكالات كاثوليكية التي ظلت منذ سنوات تساعد السكان المدنيين بالتزام كبير إن تلبية الاحتياجات الأساسية للكثير من الإخوة والأخوات هو عمل محبة وعدل ويسهم في سلام دائم وأتمنى أن لا تسحب الدول يد الصداقة والالتزام البنائي الممدودة إلى الشعب العراقي بل أن تواصل عملها بروح المسئولية المشتركة مع السلطات المحلية دون فرض مصالح سياسية أو إيديولوجية الديانة بطبيعتها يجب أن تكون في خدمة السلام والأخوة إن اسم الله لا يجوز أن يستخدم لتبرير القتل والتشريد والإرهاب والبطش على العكس فإن الله الذي خلق الكائنات البشرية متساونة في الكرامة وفي الحقوق يدعون أن ننشر المحبة والإحسان والوئة وكذلك في العراق إن الكنيسة الكاثوليكية تريد أن تكون صديقة للجميع ومن خلال الحوار أن تتعاون بطريقة بناءة مع كل الديانات الأخرى من أجل قضية السلام إن الوجود العريق للمسيحيين في هذه الأرض وإسهامهم في حياة هذا البلد يمثل إرثا غنيا ويريد أن يكون قادرا على الاستمرار في خدمة الجميع إن مساهمتهم في الحياة العامة كمواطنين يتمتعون بكامل الحقوق والحريات والمسؤوليات يشهد أن تعددية دينية وعرقية وثقافية سليمة من شأنها أن تسهم في ازدهار البلاد وانسجامه أيها الأصدقاء الأعزاء أود أن أعبر مرة أخرى عن شكر الخالص لكل ما فعلتموه وتواصلون فعله من أجل بناء مجتمع يقوم على الوحدة والأخوة والتضامن والوئة إن أعملكم في خدمة الخير العام عمل نبيل وأسأل الله القدير أن يؤيدكم في مسؤولياتكم وأن يرشدكم على طريق الحكمة والعدل والحقيقة ولكل واحد منكم ولعائلاتكم وأحبائكم وللشعب العراقي بأسره أسأل الله وافر البركات الإلهية شكرا